موضوع الساعة وكل ساعة الحقيقة زيادة السكانية زيادة السكانية اللي بتلتهم أي تنمية الدولة بتحاول أنها تقوم بيها وبتخلي الأسر اللي المفروض تحس بالتغيير اللي حصل وبالتطوير اللي حصل وبالتنمية اللي بتحصل ما توصل لهاش هنتكلم بالتفصيل عن مبادرة تحدث معه اللي بتحارب الزيادة السكانية وبتحاول أنها تعمل نوع من أنواع التنمية التوعية عن مخاطر الزيادة السكانية نتكلم مع دكتور فاطمة الزهراء جي رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والخبير الديمغرافي سهلا خير على حضرتك إذا أخذ يمكن على مارس سنين شفنا حملات إعلامية كبيرة بتتكلم في هذه المسألة مسألة الزيادة السكانية أعتقد قريت أنه كان في حملة اسمها انظروا حولك حملات حسنين ومحمدين وحملات كبيرة كانت بتوصل للناس بشكل كبير لكن نحن أنه القضية لم تحل بعد وإحنا بنشوف تصاعد في مسألة فواتيرة الزيادة السكانية فالحملة الجيدة دي بتقدم إيه؟ علشان نقدر أن نحن نحل قضية الزيادة السكانية نوصل للناس نوعيهم هو كلام حضرتك صح إحنا فعلا لو تتبعنا المؤشرات الحالية لاحظنا مثلا أن في زيادة في نسبة الحاجة الغير ملبية الحاجة الغير ملبية دي اللي هي السيدة اللي عندها رغبة أنها تنصم أو تحدد زادت ومش بتستخدم زادت يعني بعد ما كانت عشرة بقت اتنوش إذن هي عايزة تستخدم بس مش عايزة توح تستخدم لاحظنا مثلا بمعنى بمعنى أن هي عندها الرغبة أنها تنظم جابت مثلا اتنين فمش عايزة تجيب دلوقتي عايزة تجيب التالت بعد شوية أو جابت اتنين ومش عايزة تاني ومع ذلك برغم أنها عندها الرغبة ما بتروحش تستخدم ما بتقبلش على الخدمات دي مثلا الحاجة أنا بندور على الأسباب بقى هنا آه بالزبط لاحظنا مثلا زيادة معدلات الطلاق خاصة في السنة الأولى مثلا لاحظنا أن ما زال فيه زواج أطفال لاحظنا أن العنف الأسر بيزيد ضد الطفل وضد المرأة فإيه بقى الحكاية الحقيقة أنا يعني لما بصيت لده فلاقيت إن الرجل أساسا شريك أساسي في كل ده هو صاحب القرار وهو الأب والزوج والأخ والإبن هو المسؤول بالشراكة مع زوجته أو في أسرته عن كل القرارات لا يضحر مش في كل الأسر في أسر الموضوع بيمتد للجد والجدة إنه الأهل اللي كمان بيبقوا متدخرين بتأخرتوا ليه في أنك تجيب أول طفل تجيب أول طفل تقولك تب فين التاني وكأن أنا في ثبات صح ده حقيقي بيحصل فلاقيت إن يعني رفع الوعي كان متركز فترة من الزمن على المرأة بس يعني أنا برفع وعياها بخطورة الزوج الأطفال برفع وعياها بأهمية تنظيم الأسرة برفع وعياها بالخيتان ضرر مع إنها في كتير من هذه المواقف هي مفعول به هي مفعول به فعلا معيك حق يعني إما الجدة فعلا لها دور أو الزوج له دور فحتى العنف لما بجأتكلم عن عنف ضد المرأة بتكلم عن المرأة برضو يعني هو العنف ضد المرأة فأنا بتكلم عن المرأة